تعالوا بقى نشوف الصحافة الإماراتية قالت إيه على النادي الأهلي ونشوف نبدأ بصحافة البيانة الإماراتية نقلاً عن موقع ترانسفير ماركت العالمي المتخصص في الأرقام والإحصائيات اللي هي الخاصة باللعابين والفرق قالت إن القيمة التسوقية لطرفاي السوبر المصري فبوزابي تبلغ 48 مليون يورو وتفوق النادي الأهلي طبعاً بفرق كبير 29.5 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسوقية لبرامتز 18 و43 من 100 مليون يورو وأشرت الصحيفة إلى إن المالي أليو ديانج لعب الأهلي يتصدر قائمة أعلى اللاعبين الفرقين في القيمة التسوقية بـ 4 ملايين يورو وبعدها على طول برضو على مستوى النادي الأهلي كل من محمد الشناوي حارس مرمى الفريق بـ 2.5 مليون يورو ومحمد عبد المنعم بـ 2 مليون يورو وطبعاً بعديهم محمد مجدي أفشا ومحمد شريف بـ 1.8 مليون يورو ويليهم بيرستاو وحمدي فتحي وأحمد القندوسي بـ 1.5 مليون يورو لكل لعب يعني القيمة التسوقية والفرق باين طبعاً بين النادي الأهلي والـ Pyramids لعبت النادي الأهلي مميزين جداً والحطة بتاعة القيمة التسوقية دي ملهاش دعو بالملعب خلي بالك يعني فتفرقش في أي حاجة بالعكس يعني بنشوف فرق صغيرة بتكسب فرق كبيرة عادي ولكن طبعاً النادي الأهلي عنده من الخبرات وعنده من المبادئ والقيم والحاجات اللي هي بتعمل فرقة وتعمل شخصية بطل فهو النادي الأهلي عنده شخصية البطولة اللي بتخليه دايماً كفته أرجح يا ملعبنا فرق القيمة التسوقية بتاعتها أعلى مننا وكننا احنا الأفضل واللي أحسن في الملعب واللي بنكسب بطلات ونتمنى التوفيق طبعاً لفريق النادي الأهلي